هو صنع نجوم بشان ما يحلو يضلمر أيمن رضا يرد الجميل لأيمان زيدان أرضى بالنصيب ترتاح بالحبيب إحنا ما رجعنا هو موجود بالدراما السورية بس كنا حابين أنه نستعيده الحقيقة طبيعة الدور ما في حدا بيحسين يلعبه غير أيمن زيدان هذه هي الكلمات اللي رد فيها أيمن رضا على الأخبار اللي قالت بأنه كان السبب بعودة أيمن زيدان للدراما من بعد انقطاع عنها لحوالي الخمس سنوات واحد عنده هيك سعادة ما بيستغني عنا بسهولة أيمن زيدان أنا يعني إلي عليه موني مو موني يعني بموني موني يعني بقصد الموني بس نحن كنا نشتغل كل الأعمال اللي كان ينسبة لنا يعني لك لانا نعتاصل على الأمان لك لانا نسمي لك ها فأنا واجبي كمان أنه رد له هذا جميل خاصة أنه هو نجم يعني بدون مني أو شي يعني نحن بيحاجة إله يعني فحتى يعني ما بزن حدا كان يقنعه غير وهل شي طبيعي فغير الصداقة اللي بتربطهم سوا ما فينا ننسى أنهم قدموا ثنائيات كثيرة لحد الآن الجمهور ما زال بيحضرها وبيسترجع ذكرياته فيها ممكن تمشيها بل مجيب خبرك هذا غير نجومية أيمن زيدان الكبيرة فهو عمل بصمة خاصة من خلال مسيرة فنية طويلة قدم فيها أكثر من 200 عمل ما بين مسرح، سينما ودراما هو صنع نجوم يعني هو صنعنا صنع باسم صنع فارس الحلو شوي كثير من الممثلين حتى هو عفكرة شهر هشام شربتجي مخرجين يعني حاتم علي سمير الحسين حتى كمان فهو يعني إله فضل عدراما السورية هو وقت كان يسوق عفكرة المحطات المشفرة كان كل الممثلين السوريين ما برا ما حدا بيعرفه ويبدو أنه أيمن حابب يرجع قوة الدراما السورية بنجومها ويفتح صفحة جديدة مع الجميع لا أنا مثلا ما عندي خلاف على حدا مع حدا يعني لأنه مو منفخة يعني بس أنا ما بتقاطع مع حدا يعني ولا يعني شي مرة مثلا قربت على شغل حدا ما لي بيها القصة كلية بس أنا المشكلة الأساسية أنه أنا بتعامل مع الجمهور السوري بصراحة مطلقة يعني مثل كأنه قاعدين ببيت واحد فأنا بحكيه يعني كلامي وبعدين بصير كل شي فأنا مثلا يعني عبد المنعم بعتله أنه يشتغل وباسم كمان قلت لهم إذا بدو يشتغل كمان يعني ما عندي مشكلة بموقعي كمدير ملغى لكن بالوقت الحالي حيركز على أول أعمال شركة أمبي مسلسل الكندوش واللي حنشوفه فيه بدور مختلف مثل العادة في دور هيكي واحد ببيع توابيت طبعا المخرج قرر مو أنا يعني تفكري إنه نقيت دور إلي أو شي ما ما كتير أنا من هدول الناس اللي بيحبوا هيك شغلي دور شوي صعب يعني إن شاء الله من ضبطه ويبدو أنه رهان أيمن على اختلاف هالعمل ما بيتوقف على القصة وأنما أيضا على اختياره للمخرج سمير إحسين اللي هالمسلسل هو أول تجاربه الإخراجية في عمل بيئة شامية أنا باعتمد على إبداعاته الفنية ما باعتمد على بيئته اللي شو بيشتغل يعني مثلا نحن اشتغلنا مع شوق الماجري تونسي النص هو اللي بيحدد هذا الموضوع وخطواته والإشراف على العمل يعني أنت بتعرفي إنه أنا مغرق بالشامية يعني صعي ما بيشتغل كتير شامية بس أنا وحتى المخرج عايش بالشامي وهالعمل حيكون على جزئين هالخطوة اللي بتعتبر جريئة مع انطلاقة الشركة هلأ هو مكتوب جزئين وما بيمفصل نحن عم نحاول ننفصله ونعمله يعني أطوع وكمالي